في صلاة الجماعة يوجد أخطاء لأن هذه الصلاة خمس مرات تمر عليك في اليوم فأنت ترى أشياء تقول أن هذا في صلاة الجماعة نفترض أن الإمام أمامه إذا كبر الإمام أكبر بعد تكبيرته قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبره لأن أسبق الإمام بمعنى مجرد يعني أعطيك مثال الإمام الآن يرفع يديه ما قال الله أكبر إذا أنت سبقت قلت الله أكبر قبل الإمام قال أهل العلم صلاتك باطلة لأنك سبقت الإمام برك لهذا يوجد أمور هذه الصلاة تقف بين يديك يجب أن تكون حذرا لهذا ترفع الصلاة نصفها وسدسها وربعها وناس لا ترفع لهم الصلاة قط الآن أنا مع الإمام كبر الإمام مكبر قرى الإمام فاتحة أنا ألزم الصمت أستمع أستمع لا أقرأ مع الإمام فجاء نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل مع الإمام بعض الناس مثلا يصلي مع الإمام يعني مشكلة لهذا صراحة المشكلة بعض المصلين إذا قرأ الإمام صلاة آية أو سورة هو يحفظها يصبح يقرأ مع الإمام لهذا أحيانا لأم تأتي بسورة المائدة بالنساء بأل عمران حتى لا يقرأ معهم بعض المصلين هذا يشكل على الإمام ويثقع على الإمام وفيه نهي وفيه نهي إذا قرأ الإمام الفاتحة قال ولا الضالين على المأموم أن يقول آمين آمين يمدها علم الآن يقول آمين ويصمت لا آمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمني هذا ما ورد عن رسول الله كان الصحابة إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الضالين كان الصحابة آمين يقولون فقط آمين لا زيادة ولا نقصان لا زيادة ولا نقصان قالوا آمين الآن إمام سكت هنا آتي بالفاتحة يعني بمعنى أقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أقرأها في الصلاة الجهرية لو لم يقرأ المأموم الفاتحة فإن قراءة الإمام له قراءة قال عليه الصلاة والسلام قراءة الإمام لكم قراءة في الصلاة الجهرية بمعنى صلاة المغرب عشاء فجر لو أنا وقفت خلف الإمام وما قرأت الفاتحة لا شيء علي لأن الإمام يقرأ عني في الصلاة السرية اقرأ في الصلاة السرية اقرأ هذا التفصيل للأسف بعض الناس لا تعرفه بعض الناس لا تعرفه فيأتي بعض الناس في صلاة المغرب يعاتب الإمام أنت ما سكت بعد الفاتحة كثيرا ما استطعت أن أكمل الفاتحة النبي صاسم يقول قراءة الإمام لك قراءة فأقرأ الفاتحة إذن قرأت عنك قرأ سورة قصيرة إذن قرأت عنك هذا في الصلاة الجهرية في السرية لا اقرأ عن نفسك اقرأ عن نفسك قرأ الإمام سبحان مثلا الفاتحة وآتى بسورة قصيرة الآن الإمام انظر هنا الشهد الإمام الآن أراد أن يركع قال الله أكبر وركع بعض الناس تسبق الإمام الصحابة قالوا كما في الحديث كنا لا نهو لا نهو للسجود حتى يهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتى يسجد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسجد يعني بمعنى لو قال الإمام الله أكبر وما زال قائما يجب أن لا تسبق الإمام لأن هذه أركان صلاة الركوع والسجود أيضا لا تسبق الإمام حتى تراه سجد أمامك لهذا من حكمة الإمام أنه لا يتلفظ بالتكبير إلا إذا اقترب من السجود لأن بعض الناس تسابق الإمام بمعنى أنا الآن أريد أن أركع فأقول الله أكبر انظر متى قلت الله أكبر أعيد الله أكبر هنا يتبعني من المأموم حتى ما يسبقني حتى لأن إذا سبقني المأموم مشكلة بعض أهل العلم قالوا سباق إذا سبق المأموم الإمام لا صلاة له لأنه ما جعل الإمام إلا ليؤتم به كما قال عليه الصلاة والسلام إذن حينما أقول الله أكبر هنا وأكبر تكبيرة الإحرام الإمام ولا الضالين أقول آمين وأصمت ثم بعد ذلك تكبيرة عند الركوع الله أكبر حينما أسمع الله أكبر ولو كنت في الصفوف المتأخرة عند الله أكبر أركع قال الإمام سمع الله لمن حمد أقول ربنا ولك الحمد الآن الإمام حينما يهول السجود ليس بمجرد الإمام أن يتحرك هكذا أن تسبق الإمام هذه مشكلة يجب حينما يطمئن الإمام هكذا الله أكبر ثم بعد ذلك أنا أسجد لأن الصحابة قالوا كنا لا نسجد حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحكمة إذن ماذا؟ إذن أن لا أسبق الإمام أهم شيء عدم الرجل أن يسبق الإمام عندنا أيضا مشكلة من أخطاء المصلين تجد بين الرجل ورجل رجل متسع لرجل الأصل أن تسد الفرجة هذه تسوية الصفوف من مهنة الإمام لهذا وجود الصفوف في المسجد هذا ما ورد عن رسول الله لكن لماذا وضعت؟ لأن الإمام تكاسل عن وظيفته في تسوية الصفوف عمر رضي الله عنه وأرضاه كان اسمع كان عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يقيم الصلاة ولا يكبر حتى يسوي كل الصفوف يوم القتل كما جاء في الحديث كان عمر لا يصل فينا حتى يسوي الصفوف فوجود هذه الخطوط إنما هو من تكاسل الإمام الإمام يجب أن يقف في أول الصف ينظر إلى صدور الرجال متساوي أم لا ينظر إلى عقاب الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم هددنا في حديث لتسونا الصفوف أو لا يخالف أن الله بين قلوبكم وجاء رواي وجوهكم فمشكلة إذا الإمام مسع للتسوية الصفوف فاعلم أن هناك خلل فإذن تسوية الصفوف تكون من العقب إلى العقب من العقب إلى لا من رؤوس الأقدام ولا من البطون إنما من الصدر والكتف والعقب هذا والعقب هذا يكون ماذا؟ تسوية الصفوف وتلتسق الصفوف هكذا هذه من وظائف الإمام التي يجب أن يعتني بها الإمام عناية تامة الآن الناس خلف الإمام خلف الإمام بعض الناس مثلا استوى الصف اكتمل من أوله إلى آخره فجاء رجل جاء رجل عندنا هذه منتشرة تراها يعني صباحا مساء تجد أنه يضرب رجل يريد أن يسحبه من الصف حتى يأتي للصف الثاني هذا نراه كل يوم نراه أعيد الصف مكتمل من الألف لليا جاء رجل متأخر ما وجد له مساحة في الصف الأول نظر هنا مكتمل ونظر هناك مكتمل ما يوجد له مساحة ماذا يصنع؟ يأتي يضرب على رجل يسحبه ويصلي هذا خطأ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل خلفه منفردا خلف الصف هذا حديث نعم لكن في حالة وجود متسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجود متسع صلي لا شيء عليك بحالة عدم وجود متسع أما أن تسحب الرجل من صلاته فهذا ما يجوز لك هذا ما يجوز لك إذن إذا أتيت للصلاة وكان الصف مكتملا فصلي أنت خلف الصف أي في الصف الثواء وإن كنت منفردا لا شيء عليك حتى يأتي الثاني أو الثالث ويصبح اكتمال الصفوف ويصبح اكتمال الصفوف حتى تكون الصلاة سوية حتى تكون الصلاة سوية أيضا من أخطاء المصلين سواء كان في الجماعة أو في الإفراد بمعنى يأتي الرجل مثلا في فصل الشتاء يكون الجو باردا في صلاة الفجر فيأتي هكذا يأتي هكذا ويأتي للصلاة هكذا ويصلي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فما أنت حينما تقف في الصلاة فتقرأ الفاتحة يضع الإمام يضع الملك فمه على فمك فمه على فمك وأيضا فجاء النهي أن تغطي الفم هكذا وماذا وتقرأ الصلاة فهذا نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقعة الأصابع تجد الرجل مثلا يقف في الصلاة ويصنع هكذا أو يشبك بين أصابع ويصبح يفرقع أصابع هذا نهي عنه هذا نهي عنه عن تشبيك الإصبع وعن فرقعة الأصابع فهذا نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم طالما أنك في المسجد وفي الصلاة فهذا الأمر منهي عنه والأسف تراه وأيضا حين الصلاة يعني إبراهيم بن أدهم رحمه الله رأى الرجل يصلي ويلعب في لحيتي هكذا وهذا وارد بل بعض الناس الآن يرى ساعته في الصلاة إبراهيم بن أدهم يقول لو خشع قلبه لخشعت جوارحه الأصل في الصلاة أن تكن وقوموا لله قانتين أي خاشعين يظهر عليكم أثر الخوف لا أن تنظر للساعتك ولا أن تنظر للسماء ولا أن تلعب بلحيتك ولا أن ترسم بقدمك كما يصنع بعض الناس أنت في صلاة في صلاة أي في عبادة لله رب العالمين وأيضا من الأخطاء التي يقع فيها الناس سواء كان في صلاة الجماعة لوحده هو مدافعة الأخبثين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن يدافع الأخبثين وجاء رواية لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان فالعل ماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لماذا تزيل الطمأنينة هذا الأمر أن تدافع الأخبثين تزيل الطمأنينة الأصل أن تأتي للصلاة ولا شيء يشقلك ولا شيء تفكر فيه فقط تفكر بالله جل وعزه وبعظمة الله لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم من مدافعة الأخبثين لهذا بعض الناس سبحان الله لا تتذكر ما تفقد إلا في الصلاة والله جاء رجل لأبي حنيفة قال له فقدت كذا وكذا من المال فقال الإمام أبي حنيفة اذهب إلى هناك وصله فلما كبر الرجل تبسم تذكر أهل وظيفة الشيطان يأتيك في الصلاة يذكرك بكل مفقود في الصلاة فأنت الآن في الصلاة الجسد لا تدافع به الأخبثين كامل لا تشغل نفسك لا تفكر بشيء فقط تفكر بعظمة الله جل وعزه شانه تفكر بعظمة الله جل وعزه شانه أيضا مسألة مواطن الدعاء الركوع جعل لتبجيل الرب وتعظيم الرب حينما أنت تركع تقول سبحان ربي العظيم جعل سبوح قدوس رب الملائكة والروح أنت تعلم الرب لا مناط دعاء في الركوع أين مناط الدعاء في الركوع مناط الدعاء في الصلاة بشكل عام عند السجود أولا عند السجود حينما تسجد أقرب ما يكون العبد لربه وهو الساجد هذا المناط الأول وموطن الأول من واطن الدعاء الموطن الثاني هو عند التشاهد بمعنى ليس التشاهد الأول التشاهد الأخير حينما تقول إنك حميد مجيد تقول اللهم أني يعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحية وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال قال عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من الدعاء ما يشاء بمعنى هذا موطن دعاء هذا موطن دعاء ثم ليختر من الدعاء ما يشاء بعد أن اللهم أني يعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحية وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال قال عليه الصلاة والسلام ثم ليختر من الدعاء ما يشاء فهذا موطن إجابة أما الدعاء في الركوع فهذا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنت حينما تكبر بعد النية تأتي بدعاء الاستفتاح ثم تأتي بالفاتحة ثم آمين من غير زيادة ولا نقصان ثم بسورة قصيرة انتهى ثم الركوع لا دعاء ثم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا أو اللهم وربنا لك الحمد علم ثم بعد ذلك تأتي للسجود هذا هو أقرب ما يكون العبد لربه وسهل الآن بعد الانتهاء سواء كان جماعة أم منفردا يسلم الرجل سبحانه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الآن سلم الأصل التسبيح سبحان الله ثلاثا وثلاثين الحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثا وثلاثين في تمام المئة لا إله لله وحده ولا شريك الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا الأصل تغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زباد البحر هذا هو ماذا الأصل الآن بعد هذا الكلام تقرأ آية الكرسي علم من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت بمعنى أنت بينك وبين دخول الجنة فقط أن تموت إذا أنت حافظت على آية الكرسي بعد كل صلاة الآن حينما تنتهي من الصلاة بعض الناس أول ما ينتهي سواء إذا كان مأموما السلام عليكم السلام عليكم يسلم السلام عليكم كيف الحال ثم يأتي السلام عليكم انشغل في الطاعة انشغل في الطاعة هذا هو هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا يوجد خطأ للأسف ربما هذا تقصير من الإمام وجهل من المأموم تقصير من الإمام وجهل من المأموم الأصل في الإمام بمجرد أن يسلم أن يلتفت هكذا للمصلين هذا هو الأصل أنا كإمام أنهيت الصلاة ألتفت مباشرة للمصلين لهذا لا لا يصح أو ليس من كمال الأدب في الشرع أن يقوم المأموم قبل الإمام أن يلتفت إليه فيجب أن يلتفت الإمام ثم يقوم المأموم من أراده أن ينصرف وهذا لا شك أنه ربما تقصير من الإمامه مع جهل للمأموم في هذا الأحكام هذه أحكام الصلاة بالأخطاء التي وردت والتي منتشرة ليس على وجه التفصيل فهذا ليس مناط درس فقهي وإنما هو مناط على الأخطاء الشائعة بين الناس أسأل الله عز وجل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله